طيب يعني مبروك لناتزة مالك لسه يعني المباراة المنتهية منذ يعني وقت قصير يعني وبالتالي فوز مهم وفوز يمكن كان صعب برضو على نتزة مالك دايما يعني فكرة البدايات وده قلنا للنادي الاهلي مثلا نادي الاهلي مبارح عبالما جاب جول الاولاني كان في الديا 66 الامور بتبقى صعبة شوية عبالما تبتلي تخش تاخد اجراءات اللعب فيه يعني شكل جديد من البطولة اه البطولة كانت رايح جاي ثم بتخش مجموعات وبالتالي طبعا طلت نقاط هي بقى هنا الاهم مش ان انت لازم تكسب عشان تروح الماتش التاني لقاء العودة لا الموضوع بيبقى مختلف وهو تجميع نقاط فيه هدي المجموعات وبالتالي نادي الزمالك ايضا يعني اتأخر شوية فيه احراز هدف الفوز عن طريق اوباما الحقيقة كانت ضربة ركنية واباما قدر انه حطها بشكل رائع الحقيقة وفوز مهم فوز اول فيه المجموعات بالنسبة ليه نادي الزمالك وان كان طبعا فيه بعض الامور والغيابات اللي كان اتأثر بها نادي الزمالك مازال نادي الزمالك طبعا بيحاول يلملم اوراقه بيحاول يزبط نفسه من خلال المتاح بالنسبة له من خلال اللعبين الموجودين سواء بقى سامسون ورجوع وبنتكلم عبدالشافي بيلعب بنتكلم على لعبين ممكن يكونوا ما بيلعبوش بشكل كان دائم بقوا موجودين ده شيء اعتقد ان نادي الزمالك بيلملم اوراقه وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يعدي منطقة او شكل معين لنادي الزمالك في الوقت ده بسلام حتى شعر اخر وهو يناير القادم ايه اللي هيحصل بقى هل هيكون في رفل القيد في لعبين جدد هيجوا لكن في الاخر انت بتحاول انك تكسب في كل المباراة وبالاخص طبعا في الكونفدرية الافريقية اللي هي البطولة اللي انت مفروض على الاقل السنة دي وضعها مختلف افضل واسهل من قبل كده نادي الزمالك حققها مرة واحدة بس فقط بيحاول من خلال تواجده ان هو يكون موجود لابعد حدود لهذه البطولة لكن ان شاء الله كل توفيق زي ما قلنا لكل الفرق المصرية نهاردة كابت المعتمد جمال الحقيقة قدر ان هو يتعامل بشكل جيد مع اللقاء من خلال التشكيلة الاولى كمان لانه هو كان مجبر كمان يعني على الاسماء الموجودة في البداية نتيجة زي ما قلت حالكم الاصابات اللي كانت موجودة والوقف اللي موجود بالنسبة للعبين تدب عواد عبد الشافي محمد عبدالغاني المثلوسي ابراهيم نداي نبيل دونجة عمر السيسي وسيد نمار احمد سيد زيزو ويوسف اوباما شكرا